تتقارب أسعار الغذاء بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والمناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة إلا أن هناك فجوة حقيقية عند ربط ذلك بسعر صرف الدولار الحوثيون يزايدون بأن الدولار مستقر عند 600 ريال إلا أن ربط ذلك بأسعار السلع الغذائية يفضح ما تروج له الميليشيا من استقرار وهمي برنامج الأغذية العالمي يقول إن أسعار الغذاء حاليا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أعلى بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت في مناطق الحكومة بنسبة 40% تقرير حديث لمركز الإعلام والدراسات الاقتصادي قال إن هناك فارقا سعريا بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ومناطق الحكومة عند ربطه بقيمة الريال اليمني أمام الدولار التحتاج الأسرة في صنعاء إلى حوالي 106 دولارات شهريا بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدا إلى نحو 84 دولارا يتشابه الوضع وتختلف القيمة بين صنعاء وعدا في وقت تزعم ميليشيا الحوثي بأنها تسيطر على الوضع الاقتصادي بينما قادت إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي شدد على أهمية تدارك الوضع الإنساني بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة موضحا أن برنامج الأغذية يسعى لتوفير الطعام لـ 18 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري انقلاب الميليشيا قود البلاد إلى مجاعة محققة خاصة في ظل نهب المال العام ورفض توريد عائدات سفن الوقود لصالح مرتبات الموظفين وفرض الجبايات غير القانونية وتحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين وضرب شبكات الدعم الاجتماعية